كيف ترى فرص التوصل لهدنة وصفقة تبادل قريبة؟ حقيقة المشهد كما تفضلت هو مشهد ضبابي غائم والسبب في هذه الضبابية هو الموقف الأمريكي المائع وغير المستقر أو غير الجدي في إنجاز هذه التسوية وطبعا إضافة إلى الموقف الإسرائيلي المربك إسرائيل مربكة حقيقة هي لا تريد السلام وتذهب إلى السلام ولا تستطيع أن تحقق أي إنجاز وتريد مواصلة الحرب هم يريدون كل شيء منقسمون على بعضهم البعض هناك خلافات داخل مجلس وزراء كما هو معروف القرار الذي يتخذونه يتخذونه دون أن لا أعلم ماذا يعني يذهب الموفد الإسرائيلي إلى التفاوض معه صلاحيات أو ليس معه صلاحيات يعني هذه أيضا أمور كثيرة إضافة إلى كل هذا المشهد المربك بفريق العدو هناك أيضا مسألة المفاوضات بحد ذاتها يعني لا ننسى أن المفاوضات هي ليست عملية يعني حديث سلمي وودي بين الأطراف هي حرب الأطراف هي حرب وهي ضغوط وهي مناورات وهي حيل وهي خدع وهي محاولة التلعب بالألفاظ هي كل شيء يعني المفاوضات عملية صعبة وعملية دقيقة ويعتقد الإسرائيلي للأسف الشديد يعتقد الإسرائيلي أنه الآن هو مرتاح لأنه لا يتعرض لضغوط كبيرة لا من الجانب العربي ولا من الجانب الأمريكي ليس مهدد من هذه الناحية ويعتقد أنه يستطيع أن يصمد لفترة من الزمن أكثر من ذلك ويراهن على أن المقاومة ربما لا تستطيع أن تفعل ذلك وهذا ما يطيل الحرب لأنه بحقيقة الأمر كل هذه المراهنات الإسرائيلية من أول الحرب حتى الآن لو لاحظت يا أختي العزيزة من أول الحرب حتى اليوم كل المراهنات التي راهنها نوتنياهو وفريقه الأمني والعسكري كانت مراهنات فاشلة يعني لا الشعرات السياسية والعنوين السياسية التي وضعوها كانت قابلة للتحقيق أو استطاعوا أن يحققوها ولا مراهناتهم على كسر ظهر المقاومة أو كسر شعب غزة أيضا أجدت نفعا كل ما نتج عنها هي مجازر ومآسي ومذابح وصورة مقززة للتوحش يظهرها هذا الصهيوني كل ما فعله لم يؤدي إلى نتيجة وهذه المرة أيضا مراهناته أيضا هي فاشلة نحن نعرف أنها فاشلة ولكن للأسف ستطيل أمد الحرب ستطيل المعاناة ستطيل هذا المشهد المقزز للمذابح من خلال ما ظهر في بنود الوثيقة سيد يحيى حرب برأيك هل يمكن أن تقبل المقاومة بما طرح من تسريبات يعني ما سمعناه اليوم من السيد إسماعيل هنية كان واضحا جدا طبعا نحن في الأيام الماضية سمعنا تسريبات كثيرة وخاصة من مصادر إسرائيلية وأمريكية هناك مرونة من حماس هناك يعني بعض التراجعات عن مواقف من حماس هكذا كانوا يروجون أو يعني يبثون أخبار بصحافتهم وإعلامهم والحقيقة يعني ما أضحه لهما سيد إسماعيل هنية نعم هناك مرونة الجانب الفلسطيني بدون شك تحدث عن مرونة ويريد أن يصل إلى هدنة ويريد أن يعني يكفكف بعض من آلام ومآسي شعبه هو نعم هو لا يخفي ذلك ولكن هذه المرونة لا تعني التخلي عن نقاط أساسية ثوابت أساسية في الموقف المرونة لا تعني أنك أنت ذكي أو أنت تأكل حقي وهكذا لا المرونة معناها محاولة تدوير الزوايا محاولة التنازل عن ما يمكن التنازل عنه ولكن الثوابت والمسائل الأساسية لا يمكن أبدا التنازل عنها إذا كان الصهيوني ومعه الأمريكي يعتقدان بأنهما يمكن أن يحققا أهداف سياسية عجزوا عن تحقيقها في الميدان أن يحققوا على طوات المفاوضات هذا طبعا وهم هذا وهم هذا اللعب صبيان أنتم لا تلعبون الآن مع جهة بسيطة حركة حماس والمقاومة في غزة في فلسطين حركة مجربة حركة متمكنة حركة تعرف أهدافها حركة تعي المسائل المسألة ليست بهذا السباجة التي تتعاملوا بها